موسيقى جوه المحل ولما دخل ملقاش حد وعمال بيقوله اظهر وما تبقاش جبان انا عايز اكلمك شوية وفجأة يظهر الموظف وهو عبارة عن سفاح مهرج غريب واسمه هنري وراح قتل توني والسلاح مقدرش يساعده فنزل بيتر من العربية يتطمن على صاحبه اللي اتاخر وهو كمان معاه سلاح وشام ريحة غريبة ويتصدم لما يلاقي توني راسه عمالة بتتقلي في الزيت وفجأة السفاح المهرج هنري جاله وخلص عليه زي صاحبه وقادي اخرت اللي يترق على المهرجين وفي الحفلة اللي كانوا المفروض يروحوها موجودة ماكينزي صاحبة الحفلة وصاحبة البيت عيد ميلادها قرب وهي بتعمل حفلة كل يوم عادي ومعها حبيبها فشر اللي بيصورها وبيوسق لحظات سعادتها والحفلة خلصت خلاص وماكينزي متضايقة ان شيفر هيسيبها ويسافر عشان شغله بس يوعدها انه مش هينساها وهم قاعدين بيفكروا يعملوا ايه تاني بقية الليل ويلقوا فال صديقتهم جات وكمان فان وصل وكمان صديقتهم اللي بتخاف ستار وجرب شفر وماكينزي يسألوا لوحة الويجة عن مستقبلهم وفجأة لقوها بتتحرك بس اختارت حروف وارقام غريبة وشكل كده مستقبلهم مظلم وطوني وبيتر كان معهم بنات في العربية وفجأة لما صحيوا من النوم لقوا جسس زميلهم في العربية وقبل ما يصرخوا السفاح جالهم وخلص عليهم والصبح الشرطة جات تعاين الاضرار ولقوا الجسس مختفية وفيه اثار دم كتير جدا وشكلهم كده في مواجهة سفاح بيخفي الجسس لسبب مجهول ولازم يلاقوه بسرعة قبل ما يقتل اكتر تستغرب ماكينزي لانها مش لقية الكاميرا من الحفلة مبارح ساعة لما شيفر صورها ودايما بيلقوا اعلانات لمطعم الهيلة برجر المشهور وصاحب المطعم اسمه جاك بنجامين بيقول انهم احسن مطعم هنا ولو الاخبار بتنشر خبر مقتل الشباب على ايد سفاح مجهول وملهمش جسس والكرسى لما شافوا ارقام العربية لقوها عربية اصدقائهم وكمان الارقام والحروف دي هي نفس الارقام والحروف اللي لوحة الوجه كتبتها ليهم منبارح هل ديه اشارة انهم كمان هيموتوا على ايد السفاح وفان وفال بيقولوا اكيد ديه صدفة لازم ننسى اللي حصل ونكمل حياتنا وفي المدرسة بتسأل ماكينزي لعبة بتعرف لها المستقبل ولكن تتصدم لما تلاقي اللعبة عرفة اسمها وكمان بتقول لها جملة قلب مكسور وما تفهمش حاجة والقلب المكسور ده هو وشم صديقتها فال رسمتها على جسمها وتلاقي مكالمة من ماكينزي لها بتطمن عليها وما تعرفش ماكينزي بخصوص الوشم وتقول لها خلي بالك من نفسك لانها خايف عليها وبيكون السفاح هنري مرائبها واول لما المكالمة خلصت لمحطه فال ولما تروح تتأكد السفاح هجم عليها وخطفها وماكينزي بتذاكر في المدرسة بالليل تلاقي عامل التصليح الغريب ليني جالها ودايما بيعاكس البنات وما فيش واحد عبراته وهو جاي لماكينزي لانه لقى ليها الكاميرا اللي ضاعة منها وتفرح جدا وتشكره واول لما تسأله هو لقىها فين يرفض يقول لها ويقول انه سر وهو لازم يمشي دلوقتي لانه عنده شغل مهم ويقول لها خلي بالك من نفسك وهي بتتفرج على السور بتاعتها اللي فشر صورها لها تتصدم لما تلاقي سور للجسس اللي السفاح هنا رئتالها لاصدقائها اللي كانوا رايحين حفلتها في العربية في الاول واكيد اللي سرق الكاميرا وصورهم هو السفاح وفجأة يظهر لها بالسف بتاعه وحاول يقتلها وفشل وجريت وهو وراها عشان يقتلها وهي عمالة بتجري وما فيش حد في المدرسة عشان ينقذها ووصلت للملعب وتتصدم لما تلاقي صديقتها فال وشها محبوس في مايكرويف وهي مربوطة والسفاح شواها في المايكرويف وما قدرتش ماكينزي تنقذها والسفاح بيجري وراها وكملت جري وكل الابواب مقفولة ولما دخلت تستخبى في الحمام تلاقي ليني مشنوق في الحمام واكيد مش هو السفاح وهي خرجة تلاقي الشرطة قدامها والسفاح اختفى وتروح لإسم الشرطة ولما تحكي للشرطة ما يصدقوهاش بسبب انهم ملقوش ولا جسد فال صديقتها ولا جسد العامل ليني والسفاح اخفهم كالعادة والشرطة حسبتهم في عداد المفقودين لانهم ملهمش جسة وتقولهم ماكينزي على الصور بتاعت الضحايا وجساسهم فيها اشمعنا الكاميرا بتاعتهم يا اللي صورتها يقولولها ممكن تكون الصور دي فوتوشوب سبينا احنا نهتم بالتحقيق ولو فيه جديد هنقولك وفي بيت ماكينزي القلق مسيطر عليها ودايما بتنام وجنبها سكينة لا السفاح يهجم عليها ولا حاجة وصديقها فشر وصديقتها اسطر واصلولها وهم دوروا وسألوا على فال وما لقوهاش في اي حتة حتى الشرطة مش لقياها وهم بدأوا يصدقوا كلام ماكينزي بخصوص السفاح المهرج هنري وفيه قصر صاحب مطعم الهيلا بيرجر الشرطة وصلت له عشان تسأله لو فيه حد سرق بدلة مهرج من عنده في المطعم لان فيه اشتباه بوجود سفاح مهرج هنري خصوصا ان الضحايا الشباب في الاول ماتوا عند مطعمه وينكر ويقول لهم ده اكيد شخص بيحاول يسوق سمعتي ولازم تقبضوا عليه يمكن يكون حد من المنفسين بتوعي ولقوا صورة ابنه ارشر اللي مات في حدسة حريق زمان وهو كان شاب بساعتها وهو اللي كان بيروج لهم زي المهرج للمطعم ومشي وما وصلوش لحاجة وماكينزي بتحضر نفسها لحفلة تنكرية هيعملوها في بيت رعب في المدينة بالليل وما خدتش بالها من الصبورة وهي بتكتب جملة غريبة لها وفي بيت الرعب بالليل بتوصل صديقتها تينا مع حبيبها وعلى هدومها نفس الكلام اللي الصبورة كتبته لوحدها وماكينزي وشفر استقبلوهم ودخلوهم لبيت الرعب وبيت الرعب فيه مجسمات مرعبة كتير مش حقيقية ولكن الصفاح المهرج هنا ريح حقيقي والضوء بيرعش عشان الرعب وفجأة هجم على تينا وحبيبها وخلص عليهم ومحدش واخد باله لا ده الصفاح كمان قدر انه يخطف شفر بعد ما ماكينزي ثابته وراحت مع عيلتها يتعشه وهو مش هيقتله وهو بس هيعذبه الاول لانه اكيد هيقربه اكتر لماكينزي لانه حبيبها ووسرة ماكينزي بيتعشه وييجي صديق الام مارشا واسمه بيرت كان صديقها من زمان ولقاءهم مع بعض كان غريب وهو والد تينا اللي ماتت ولما مشي وصلت ستار تقول لماكينزي ان بيت الرعب الناس هربت منه لما لقوا دم وكمان شفر اختفى ولما راحوا البيت الرعب يتأكدوا لقوا دم وكمان لقوا شفر خايف ومصدوم وكلموا الاسعاف ونقلوه للمستشفى وما بيتكلمش مع حد خالص بسبب الصدمة مش عارفة ماكينزي تعمل ايه بخصوص السفاحة المهرج الغريب اللي محدش مصدقها بخصوصه وتلاقي الجملة اللي كانت على هدوم تيناه وماتت بعدها وفاجأة تلاقي الجملة تمسحت والشك سيطر عليها وراحت للمستشفى تتطمن على شفر هو حالته تحسنت والشرطة مرقباه ورفضوا انها تدخله لانه هو الوحيد اللي شاف السفاحة المهرج هنري ولسه حي فهيستنوا لما يهدى ويستجوبوه ماكينزي تستغرب من الضحايا اللي ماتوا وهم فيه منهم اشخاص عائلاتهم وما كانوا اصدقاء لامها لما كانت صغيرة زمان زي بيتر وفال وتينة فتسأل امها لو كان السفاح ده ليه علاقة بتاريخها زمان هي واصدقائها بس الام تنكر وتقول ديه مجرد صدفة وحشة مش اكتر وهي ما تعرفش السفاح وتقول لها ماكينزي لو فيه حاجة مخبيها قوليها للشرطة يمكن يقفوا بسببها السفاح عن قتل الناس وبرضو الام تنكر والمحاققة شيس سمع كلامهم فشغلت عقلها وراحت لبيرت والد تينة وتكذب عليه وتقوله ان مارشا حكيت لها السر المظلم بتاعهم وراء ظهور السفاح المهرج هنري وهددته انه كده هيكون شريك السفاح بتهمة القتل فخاف وحكى لها كل حاجة والقصة هنعرفها يا صديقي بعد شوية وفشر في المستشفى حاسس ان وجوده هنا خطر عليه ولقى المحاقق دوان مرقبه ونايم وعارف من وزنه كده انه بيحب الاكل فرح حطله المنوم بتاعه في البرجر ورح وقع الكباية بتاعت المياه عشان دوان يصحى وصحي ويقوله مستحيل تهرب انا مرقبك ويسأله انت هتاكل البرجر ده ولا شبعت خلاص ويقوله شيفر انه شبع والمحاقق وقع في الفخ وكل البرجر وماكينزي كل ده في المستشفى مستنية الشرطة تسمح لها تشوف حبيبها شيفر وهي بتتمشى تلاقي صندوق العاب الكور نزل لها كورة وشافتها لقت جواها مهرج ورسالة لها انه هيقابلها الساعة 24 دقيقة فتعتقد ان ديه اشارة تالتة من السفاح على ضحيته الجديدة زي القلب المكسور وهو واش مفال والجملة اللي فيها قلب اللي على هدومتينة وكلهم ماتوا بعد العلامة دي فلازم تروح تهرب فشر ويحلوا اللغز مع بعض ولما رحت غرفته لقيت المحيق دوان نايم بسبب البرجر ونزلت لعربيتها ولقيت شيفر ويقول لها لازم نمشي من هنا بسرعة ونبعد عن الشرطة هم مش هيعرفوا يساعدونا ولما وريت له رسالة المهرج لها بخصوص الساعة 4 و 3 ما عرفش حاجة فكلم صديقه الخبرة وقال له ان 24 دقيقة ديه مش وقت ديه فرقة شباب منحرفين وهم الاشكر جاك والشاب الاسمر باتريك والبنت سام لازم يحاولوا ينقذوهم بسرعة قبل ما يموتوا مطعم هلا بيرجر عشان تطلب أكل لأصدقائها والموظف موجود وهو خد منها الأوردر وفجأة يلاقي جاك وباتريك بيلعبوا في المكان المخصص للأطفال فرح يطلب منهم يمشوا لأنه مش مسموح ولأنهم منحرفين فماهتموش به وحضفوا كرات عليه فرح يحضر لهم الأوردر بسرعة عشان يمشوا من هنا والسفاح المهرج هنري بيحب المنحرفين وهيستهدف باتريك تحديدا لأن عيلته قريبة من مرشا أم مكنزي لما كانوا صغيرين زمان خلص عليهم بسهولة ولما الموظف حضر لهم الأكل اكتشف الدم وملعاش الجسس وراحت مكنزي تحاصر أمها عشان تحكيلها السر وأمها تقول لها هي زمان وهي صغيرة في سنها كان معاها أربع أصدقاء وهم أباء بيتر وتينا وفال وباتريك وساعتها كانوا أشقية وكان في سنهم واحد اسمه أرشير بن جامين ابن جاك بن جامين صاحب مطعم الهيلة بيرجا وكان وحيد وهم دايما كانوا بيتنمروا عليه رغم أنه كان مجتهد وبيسوق لمطعم أبوه وشغل 24 ساعة في زي المهر على العكسهم هم كانوا شوية منحرفين عاطلين وكان أرشير بيحبها وهي مرشا أم مكنزي وفي عيد ميلاده هو بيحتفل لوحده وقرروا يهزروا معاه ويدايقوه بس للأسف وقع من الخضة وأغمع عليه وهم مشيوا ومش عارفين والنار في شموع الكيكة وقعت على الأرض وولعت في القماش ومات أرشير محروق والشرطة قالت إنها مجرد حدثة ولكنهم ما يعرفوش إن مرشا وأصدقائها الأربعة هم السبب وخدوا عهد زمان إنهم ما يقولوش للشرطة عشان ما يحصل لهمش مشاكل وهي مستغربة إزاي أرشير رجع بعد السنين ديه كلها كسفاح وبينتقم منه عن طريق قتل أبنائنا ولمة ماكينزي صحابها شيفر وستار وفان وروحوا لبيت جاك بنجامين لأن أكيد السفاح ابنه هناك ولازم يقتلوه أما ماكينزي بقى فهي معها مسدس أبوها وهتروح مع شيفر للبيت يدور على السفاح وفان وستار هيدوروا في الجاراج يمكن يلاقوا الجسس المختفية بس ستار خافت وقررت إنها تمشي ومش هتكمل المهمة الخطيرة ديه والمحاق شيس عرفت الحقيقة من بيرت والد تينا وهي وديوان هيروحوا هناك يقبضوا على الأب وابنه السفاح والأب جاك بنجامين عارف بخصوص عودة روح ابنه أرشر من الموت للانتقام وعارف جريمه كمان واكتحم شيفر وماكينزي البيت ووصلوا لغرفة أرشر ولقوا الدمية بتهنيها بعيد ميلادها لأن الساعة دلوقتي بقت 12 وكده عيد ميلاد ماكينزي بدأ وأكيد السفاح مش هيلاقي وقت أحسن من عيد ميلادها عشان يقتلها زي ما هو مات بالظبط في عيد ميلاده بسبب أمها وأصدقائها وفان بيستكشف الجاراج بيشم ريحة غريبة ويلقي تلاجة فيها جسس متقطعة للشباب اللي السفاح خلص عليهم بس هم مش من الخمسة اللي تسببوا في مقتله زي البنتين صحاب بيتر وطوني وطوني نفسه والعامل لني السفاح جاله ويقوله ما تخافش هتموت معاهم والسفاح قسموا نصين ومحدش هيوقفوا عن انتقامهم وشيفر وماكينزي بيستكشفوا المكان يلاقوا السفاح المهرج جالهم وكسر الأبواب ويقولهم سلموا نفسكم أحسن كده كده هتموتوا زي صحابكم وهربوا منه والشرطة وصلت وقررت المحاقية أشيس بروح تستكشف البيت وتوبط على الأب وابنه والمحاق دوان هيروح يستكشف الجاراج وشيفر وماكينزي بيدوروا على مخرج يلاقوا السفاح المهرج هنري هجم عليهم وأغمى على ماكينزي وصلحها وقع وحاول شيفر يهجم عليه بس فشل وخلع قناع السفاح وشاف وجهه المحروق وخاف أكتر من السفاح ومنخوفه وعينه حمرت وأغمى عليه والمحاق دوان بيستكشف الجاراج شم ريحة الموت والدم والجسة بتاعت فان مقسوما الصين والتلاجة فيها جسس ضحايا السفاح اللي أخفهم وكلم المحاققة شيس وتطلب منه يكلم الدعم وهي خلاص أبضت على جاك بنجامين وبتدور على السفاح المهرج أرشار بنجامين ولما فقت ماكينزي لقيت كيكة عيد ميلادها وهي مربوطة وحواليها صحابها الجسس الأربعة اللي هم من عائلة الشباب أصدقاء أمها مارشا اللي تسببوا في موته زمان والسفاح يقول لها أنا سبتك للآخر لإني كنت بحب أمك وأمك كفقتني وولعت فيها وأنا مش هقتلك بسلاحي لأه أنا هولع فيكي ودي أحسن نهاية للحفلة دي ورشها بالبنزين ولما يجي يولع فيها هلاء أمها مارشا جات وضربته بالنار بس مفيش ميت بيموت مرتين وفكت حبال ماكينزي والسفاح هجم على الأم وساعتها بتكون ماكينزي شربت شوية كحول لكات مخبيها معاها وحررت ماكينزي نفسها والسفاح مش واخد باله وناديته عشان يولع فيها وسبق أمها لسا حية وأول لما يقرب عليها تبخ عليها الكحول وبسبب بقايا البنزين كمان اللي كانت عليه ولع للمرة التانية والأخيرة الكرسى لما شرطة تأكدت من مصرح الجريمة اكتشفوا إن السفاح هنري بينجامين مش موجود وما لقوش غير القناع وبس وهياخدوه للمحاق دوان يوديه للإسم وتروح المحاققة شيست تطمن على ماكينزي وأمها وتقول لهم إن شيفر لسا حي وهو في المستشفى دلوقتي بس حالته صعبة والقصة إن السفاح هنري قبل ما يموت سيطر على شيفر وده سبب لون عينه الحمرة وكده السفاح هنري هيتجدد عن طريق روح شيفر ولما وصلوا للمستشفى ملقوش شيفر والأم مرشا تقول شكل اللعنة لن تنتهي وروح السفاح هنري المهرج لن تهدأ حتى تنهي انتقامها والمحاق دوان في طريقه للإسم عشان يسلم القناع لقى نفسه قدام مطعم الهيلة بيرجر فرح يطلب أردر عادي وهنا الموظف رد عليه وحش ويقوله إنه هيموت ولعنة السفاح هنري لن ولم تنتهي والسفاح فعلا مرأبه وهجم على العربية وخلص على المحاق دوان وللأسف يا صديقي الفيلم ملهوش جزء تاني وديه نهاية الملخص ولمزيد من أفلام السفاحين والسفاحين المهرجين هسيب لك روابط لقوائم تشغيل لهم في الوصف تحت الفيديو